و الله تعالى قد أخبر في كتابه أن هذا الخلق العظيم في السماوات و في الأرض كله لإقامة الدلائل على عظيم حقه و لمعرفته يقول جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات و من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الأمر الشرعي و الأمر الكوني الأمر في الخلق و الأمر في الدين يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير و أن الله قد أحاط بكل شيء علم فجعل الله تعالى خلق السماوات و الأرض جعل تنزل أمره من السماء و الأرض لتحقيق هذه الغاية للعلم به و معرفته جل فعلا و قد جعل الله تعالى هذه المعرفة سعادة لأصحابها طمأنينة لأهلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر